ريحة المنشطات، إكرامي الشحات يساند رمضان صبحي ويثير تساؤلات حول التوقيتات الغامضة خرج إكرامي الشحات، الحارس السابق للنادي الأهلي، للدفاع بقوة عن زميله رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز بعد أن تورط في أزمة المنشطات أعلنت اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات عن توقيف رمضان صبحي، وأبلغت إدارة بيراميدز بذلك، مما أثار جدلاً واسعاً في تصريحاته على برنامج اللعيب على قناة MBC Masser، أوضح إكرامي أن العينة التي جمعت من رمضان صبحي لم تكن خلال مباراة قارية كما تم تداوله بل جمعت خلال فترة إعداد بيراميدز في أغسطس، وأوضح إكرامي أيضاً أن الدوافع قدمت في آخر مارس وردت عليها اللجنة بعد شهرين حيث سحبت عينتين من رمضان صبحي، إحداها سلبية والأخرى غير نمطية، مشيراً إلى أن التوقيتات الغريبة التي حدث فيها هذا الأمر تثير تساؤلات كثيرة وفي ختام تصريحاته، عبر إكرامي عن حزنه لعدم وجود دفاعي عن رمضان صبحي، مؤكداً على كفاءة لجنة الانضباط في المكافحة للمنشطات في مصر، ودعمه لتواجدهم وخبرتهم في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر